بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لي أحدهم أعاني من الوسواس كيف أعالج نفسي في الحقيقة الوسواس إذا تمكن من النفس يكون مرضاً أضوياً ولا بد من مراجعة الطبيب لكنك قادر على أن تقي نفسك من الوسواس والوقاية أسهل وأفضل من العلاج إنك تعاني أحياناً من الوسواس الديني مثلاً من الطهارة والنجاسة أو من عدد الركعات وأداء الأعمال الواجبة عليك كالصلاة كالصيام كالحج خاصة في الحج يصاب الناس كثيراً بالوسواس في أداء أعمالهم هل أديت هذا كما يجب؟ أو لمؤد قال لأحدهم أن هناك امرأة تعرفك وتستمع إليك وهي مصابة بالوسواس يعني حينما تفتح عينها في الصباح فإنها تؤدي كل عمل من أعمال الصلاة مرتين ثلاث أربع يعني تتوضى أربع مرات وتصلي الصلاة إلى أن تطلع الشمس هي مشغولة أربع وعشرين ساعة بصلاتها قلت هل لك أن تعطيني رقم هاتفها أتكلم معها؟ قال نعم فاتصلت بها قلت أنك تعانين من الوسواس؟ قالت نعم قلت لماذا؟ قالت لأنني أخاف أن لا أكون قد أديت الصلاة والوضوء والغسلة كما يجب قلت يعني أنك تبحثين عن رضا الله في ذلك قالت نعم قلت أنا أتحمل عنك وضوءك وصلاتك وغسلك بشرط أن تؤدي ذلك كالباطل كما تظنين أي حينما تتوضئين تظنين أن وضوءك كان باطل اعملي بالباطل لا تعيدي الوضوء لا تعيدي الصلاة قالت أنت تتحمل عني؟ قلت نعم آتيك يوم القيامة وأقول يا رب أنا قلت لها أتحمل عنها وضوءها وصلاتها وكل أعمالها لكن على أن تبدئين العمل من الآن لا أن تفعلين بعد أيام من الآن أي عمل أي واجب من الواجبات تريدين أداءها وتظنين أنك ربما تخطئين في ذلك وترك ذلك علي قالت بارك الله فيك خلصتني من الوسواس ثم أغلقت الهاتف بعد اللحظات جاء أن الرجل قال هي تتصل وتقول هل لي أن أقوم بهذا الذي قاله السيد من غد وليس من اليوم؟ قلت لا إنما تبدأ من الآن وإلا فلا ذلك أن الوسواس من عمل الشيطان ألا نقرأه نحن في سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اعملوا كما يجب عليكم العمل مرة واحدة فإذا تكرر فخافوا من الابتلاء بالوسواس والبعد عند الله والسلام عليكم ورحمة الله